المزارع هناك شيء اسمه تشفيك لأصحاب الأرض التشفيك هي كلمة عربية من التشويق أشياء تشويقية تساعد أصحاب الأرض للزراعة والتربية الحيوانية فعلى سبيل الثاني بالنسبة للزراعة الحكومة تبطي الأشجار عمرها سنة أو سنتين للمزارع وأصحاب الأرض باعتهم يعتنون بها وبعد أدى السنوات من تظلع المحصول مالتها إن كان بعض سنة أو سنتين حسب الشجرة الحكومة نفسها تيجي تشتري هذا المحصول فبحث أن المزارع أو صاحب الأرض يحصل الأشجار ببلاش يعتني بها وعلى عدة السنوات المشتر يكون جاهز حتى أصلاً قبل ما يطلع المحصول هذه بالنسبة لموضوع الأشجار بالنسبة للتربية الحيوانية الحكومة أيضاً تعطي قروب تصل لـ 350 ألف أو 400 ألف هيرا بالسنة وبحيث تعطي بأقصات تصل لمندة عشر سنوات ويقدر المزارع أو صاحب الأرض يأخذ قرض كل سنة أو سنتين بحيث أنه هاي السنة أخذ قرض 3500 ليرة السنة الثانية أخذ نفس القرض السنة الثالثة أخذ نفس القرض وكل قرض يختلف عن القرض الثاني بدفعات مادة بحيث ما يحتاج أنه صاحب الأرض أو اللي يأخذ القرض يدفع القرض الأول على أن يأخذ القرض الثاني كل واحد مفصل عن الثاني فالمزارع بالنسبة للإستثمار وطويل الأمد هي أفضل بكثير من موضوع الإقارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر